الذميل محمد دغمش يشرح لنا على الخريطة التفاعلية محمد الأرقام كانت تتحدث عن 300 كيلومتر كيف تطورت هذه الأرقام؟ نعم حسام 300 كيلومتر هي مساحة العمليات العسكرية التي تجريها تركيا والمعارضة السورية المدعومة من تركيا في الشمال السوري خلال الأسبوع الماضي لكن تركيا والمعارضة يسيطران بالفعل على أراضي منذ الفترة السابقة في إدلب وفي ريف حلب الشمال كانت هذه المنطقة هي منطقة خفض التصعيد منطقة إدلب لخفض التصعيد هذه المنطقة سوف تضمها تركيا وفقا للمصادر إلى المنطقة الآمنة التي تمتد إذن على معظم الحدود السورية التركية لكن في منطقة عين عرب حتى الآن هي خارج هذه المنطقة الآمنة لأن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر عليها وكان وفقا للاتفاق الذي أبرم بالأمس بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الجانب الروسي سوف تدخل قوات النظام إلى منطقة عين عرب وبالتالي المناطق التي سيطرت عليها الآن تركيا في محافظتي الحسكة والرق أيضا في أقصى شمال سوريا مدينتين الأبيض ورأس العين لن تكون متصلة جغرافيا بالمناطق التي تسيطر عليها بالفعل تركيا غرب البلاد في محافظتي حلب وإدلب أيضا أهم المدن التي سوف تكون خاضعة أو داخل حدود المنطقة الآمنة التي أعلنها الجانب التركي هي مدن حارم في إدلب وسلقين أيضا في ريف حلب الشمالي سوف تكون مدن عزاز وجارابلوس أيضا داخل حدود المنطقة الآمنة بينما في محافظة الرقة أهم المدن التي ستكون تابعة للمنطقة الآمنة هي بطبيعة الحال مدينة تل أبيض التي أعلنت تركيا خلال الساعات الماضية إكمال السيطرة عليها بشكل كامل أيضا في محافظة الحسكة ستكون مدينة رأس العين هي تابعة لهذه المنطقة الآمنة التي أعلنها إذن الرئيس التركي حسام صباح هذا اليوم شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل